المواقع الاجتماعية يوم حدث ما يقع في بيكين وتسمعوا في الرباط أو يقع في ليسبون وتسمعوا في نيويورك لم يعد هناك حدود للمعلومة وللمعرفة ومواقع التواصل الاجتماعي هي عندها واحد العديد من الهداف أساسية للتواصل فيها وعندها كذلك ضوابط التي تؤثرها في المعاملة وفي التعامل فيما بين الناس بطبيعة الحال البلاد دينا كباقي البلد العالم والدولة المغربية كباقي الدول يعني المشرع لم يغفل الموقع دياله التواصل الاجتماعي من الناحية طير دياله القانوني أو للشكل ديال اللي خلص يكون تعامل فيه وبطبيعة الحال احنا مشي واحد المجتمع اللي فيه السيبة ومجتمع اللي غير مؤطار احنا مجتمع كتسود فيه القوانين وكتسود فيه واحد المعاملات التي خلصت تكون مضبوطة سواء بنسبة للأفراد أو الجماعات وهذا لش مديور القانون كماده اللي كتضطر المعاملات وكتحدد الحقوق والواجيبات وبطبيعة الحال المشرع المغربي لا في القانون الجنائي المغربي ولا في القانون الخاص المتعلق بمعالجات المعطايات المعلوماتية ولا غيرها اضطر المعاملة ديال الوروج لهذه المعطايات والاستعمال ديالها وتداول المعلومات ونشر الخطابات ومشاركتها وتقاسمها مع العديد من الأشخاص والهيئات والجهات وبالتالي لما كيكون واحد القانون كي اضطر كيفرض على الإنسان واحد الحقوق واحد الواجيبات فما غير يمكنش يكون واحد نوع من الاستيباحية يعني لأنه كما تعلمون أنتم كناس للصحفة يعني الصحفة عندها واحد القانون ديالها خاص كي اضطر الممارسة المهنية وكي يحميها كذلك بحيث أنه هي مرتبطة هذه القانون ديال الصحفة بالتطور اللي عرفوه التشريع المغربي واللي عرفته الحركة الحقوقية والنيضالية في البلاد باش تحمي الصحفيين من أي ملاحقات أو أي متابهات تأسفية مش إنها تلجم أو تحد من العمل ديالهم باعتبارهم كالسلطة ربيعة ولذلك كنشوفه الجسم الصحفي والنقابة الوطنية الصحفة وغيرها كتتبغي دائما ولحتى الدفاع عبر كل المتابعات والملاحقات اللي كانت تكون في حق الصحفيين في هذا البلد العزيز أنه تقول بأنه كخص متابعة الصحفي بمقتضى قانون الصحفة وليس القانون الجنائي حتى يعني ما يكونش عرضة للملاحقات من شأنها تسبب الاعتقال أو متابعته في حالة اعتقال وهذا كان مطلب حقوقي ولا يزال وبالتالي هذا كي يلزم الصحفيين وكي يمشي على الصحفيين ما يمكنش لقي إنسان ناض سب أو هان أو بتز أو كذا تقول لي يجب أن يتابع بقانون الصحفة ما يمكنش هذا قانون خاص بحال قانون محمد بحال قانون موتقين يعني ما تكون قوانين خاصة مؤطرة لواحد القطاع مهاني في المجتمع كتخصوه وكتنظم علاقته مع الدولة ما يمكنش الأغيار يستفدوا منها مثلا نعطي كمثال ما يمكنش الأيين كان يجي قدم شي كايير بتحصيل الديون بحال لبعض الشركات اللي كانت بغير الطاول الألمي هنا المحامات وهنا تدخلوا السادة النقباء ودخلت جمعي المحامين لأنه كتقول بأن هذا العمل المشري يحصروا حصريا للمحامي هكذا الصحافي الصحافي عنده واحد المسائل ديالو حصرية ما يمكنش لأي واحد ناطف الصباح ياخد بوق ويبقى يتكلام ويسبب الشعب ويسبب المؤسسات بدواء أنه ينشطر واحد المعلومة ما أين أو شيء ما تلقى منه هذا ما يمكنش كذلك من الظاهرة اللي اللي تغريبة هي استعمال وسائل الاجتماعية اللي يبتزاز وتشهر وهذا كنتمشي بزاف للشخصيات العامة العامة إما ناس كتعمل في المجال الفني أو الرياضي أو السياسي ويبدو يبتزو الإنسان عن طريق التشهر به دون الموافقة دياله ودون توفرهم على الحجة أو الدليل فيما يتم به من تشهرين في الموضوع ديالك شي كيد دول في المعطيات الاجتماعية وبطبيعة الحال هذا الشي يجرم القانون نحن في دولة الحق والقانون كين قانون كيتطبق هتقول لي يارا ما تطبق شعن شحة من واحد هنقول لك هذا المتضرر هو اللي يجري القضاء هو اللي يتقدم النيابة العامة ويحرك شيكاية وديك ساعة النية بالأهمة كتعطي تعليمات ديالها أو أحيانا النية بالأهمة كتدخلت تلقائيا وهذا كيعطيها الحق القانون وتوضع يديها على واحد الحاجة يعني إما كتخالف النظام العام أو القواني الجاري بها العمل ببلادنا وكتعطي تعليمات ديال الضبيطة قضائية باش كتفتح فيها موضوع ديال البحث هاد القضية ديال الابتزاز وتشهير بالناس هي مسألة غير مقبولة قانونيا وكتوقع فيها مناحقة قضائية كتوقع فيها مناحقة قضائية وبطبيعة الحال ما يمكنش لنا نقبلو من هاد النوع من هاد الممارسات لأنها تسيء أولا الكل تطور قانوني وحقوقي كتعرفوا البلاد وكتمس بالحقوق ديال الأشخاص وناس الأقالين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروجام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي